لطالما كان الفن التشكيلي انعكاساً للجمال والإبداع وهنا خصوصاً وداخل هذه الورشة التي يخترقها الضوء من كل الزوايا تبدع أنامل السيدة سوزان القصير ابنة مدينة السلامية تحفن ولوحات جميلة بالرسم على الزجاج والفخار وتفتح أبوابها على الجمال المنبعث من داخلها أنا بشتغل أعمال يدوية رسم على الفخار وعلى الزجاج وعلى الخشب بمارس هواياتي بمارس هواياتي اللي بحبها الفن هو كل شي بحياتنا هو كل شي يعني أي شغلة ما كان فيها فن يعني ما أي شي بالرسم بالحياة بالأكل بالتربية الأولاد كلها بدي يكون فيها فن بقى أنا عم بعكس هذا الفن على شغلي وعم بعكسه وكمان بنعكس بشغلة إيجابية على أولادي وعابيتي وعاكل شي بحياتي أنا المجهود اللي عم بزله أنه بيأخذ معي أوقات كل حسب كل قطعة أدي بدا كله حسب الزخرة فيه وحسب التصميم بطول عليها وبشتغل بالألوان الأكراليك أكتريت شغلي بالألوان الأكراليك والمائية أحب أنه كل إنسانة كل مرأة عندها هواية عندها شي بداخلها لازم أنه تدور عليها وتطورها وتنميها وتتعلمها وتكون رسالة لأولادها لأسرتها لمجتمعها هو الشغف بالفن وعشق الألوان الذي تعدى حدود الإبداع لتنتج أرقى اللوحات والرسومات وليثبت هذا الفن على مدى العصور أصالته وعراقته وإسراره على نيل الصدارة بين الفنون ترجمة نانسي قنقر